شباب الأمة اجتامعوا على الإخلاص واستمعوا لصوت العلم والتقوى لشرع الله قد خضعوا شباب أيقذوا فينا حياة العز وارتافعوا وللإيمان وجهاتهم وبالأرواح قد دفعوا وللإيمان وجهاتهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النهاردة مطب بنقع فيك شعوب شرقية شعوبنا بتتصنف في العلوم النفسية بأنها شعوب عاطفية والشخصية العاطفية شخصية بتبتلى بحاجتين الحاجة الأساسية إنها لما بتحب بتحب قوي وتتعلق قوي ولما بتبتلى في الجانب ده بتبقى مشكلة ضخمة قوي فتيجي المشكلة التانية اللي هي مشكلة الإحباط اللي هي مشكلة اليأس اللي هي مشكلة سودوية النظر يبقى لسان حاله زي هذا الشاب اللي قال لي حاسس إن الدنيا سودة قدامي مفيش فايدة عارفين اللي بيعد قولك من أيام مصطفى كامل وسعد زغلول وهو قال مفيش فايدة هي جدا كل حاجة مفيش فايدة مفيش أي بارقة أمل كل شيء راح حاسس إني حتخنق من الجو اللي أنا عايش فيه كل محاول أفشل أنا فعلا صدقا مش كلام مش نافع أنا ميقوس مني أنا فعلا وحش أنا الطريق قدامي مأفول أنا حاسس إني مفيش جدوى من حياتي أنا بتمنى موت أنا بتمنى معيشي أنا مستني قضايا طول الوقت عنده عنده اليأس وأنا هنا بقى لازم أقولك ده مطب كبير قوي ومطب خطر جدا هل تتخيل إن الزنب رقم اتنين بعد الشرك يطلع إيه يعني لو رتبنا كده الكبائر أول حاجة الشرك رقم اتنين ها القتل مثلا الزنة ها يطلع إيه السرقة يطلع إيه هل تتخيل إن الزنب رقم اتنين اليأس من رحمة الله عارف ليه الإمام القرطبي بيقول لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ويليه القنوط وربنا سبحانه وتعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فسماهم على ضلال وسماهم إنهم لو يأسوا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنهم يتصنفوا مع الكافرين والعياذ بالله تعالى عشان كده لازم نبدد هذه المعاني ونبددها بإيه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كانت المشكلة مهما كانت الصعوبات مهما كانت الظروف الصعبة لنا رب ولازم هنا نحسن الظن بيه سبحانه وتعالى ربنا قال لنا في الحديث القرصي أنا عند ظن عبدي بيه فليظن بيه ما شاء لازم نكلم نفسنا بشكل إيجابي المشكلة إن الشيطان بيخليك يتحسن الدنيا سودة قدامك إنما النجوة من الشيطان اللي يحزن الذين أمنوا وهي المسألة مش كده خالص ليه؟ لأنك لازم تبص للموضوع بشكل إيجابي اللي بيفكر بالعقلية دي إنه يصنع من الليمون عصيرا حلوا إنه من المحن طول دي المنح إنه طول الوقت بيستفيد من التجارب يقولوا في العلوم النفسية ما تستخدمش كلمة فشل على لسانك قول محاولة آه المحاولة دي ما كانتش كما ينبغي لكن قدامي فرص وقدامي لسه كتير من المحاولات وأنا لن أيأس ولن أحبط وبإذن الله وبمنتهى الإصرار وبمنتهى العزيمة على الرشد حوصل وأنا على قناعة إن ربنا سبحانه وتعالى حيمن عليك كده كلم نفسك بشكل إيجابي لتبدد هذه المعاني السلبية من اليأس والإحباط والاكتئاب ومشاكل العصر دي اوعى اوعى الشيطان يوقسك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ده ربنا جعل خيره علينا يعني مفيش أعظم من كده ده أنت تعمل السيئة تكتب سيئة وإذا عملت الحسنة تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرت ربك غفر لك إذا أتيته بقراب الأرض بملء الأرض بعدد تراب الأرض بعدد أمواج البحر بعدد قطرات المطر لو أتيت بكل ده لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئة للقيتك بقرابها مغفرة ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا عن قصة سيدنا يوسف وقصة سيدنا يوسف كانت مليانة فتن يبقى في الأول خالص يتربص به إخوته ويلقى في الجب وبعد كده يبقى عبد رقيق ويدخل بيت العزيز وبعد كده امرأة العزيز تتراوده عن نفسه وبعد كده يدخل السجن كل دي فتن وكل دي إشكاليات وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يمنى عليه ويرزق يوسف بعد ذلك بعد ده كله أنه يعود له إخوته ويقول لهم لا تثريب عليكم ويتولى الوزارة في مصر ويعلى شأنه ويأتي يعقوب عليه السلام له وتبقى الأمور بعد ما كانت ظلمة خالص تنار الصورة دي ربنا ختمها بآية مهمة جدا حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا هي كده مع شدة ظلام الليل يبزغ ضوء الفجر لازم نكلم نفسنا بالإيجابية دي لازم نتحدى الواقع لازم نكون نحن الواقع الذي يغير الواقع لازم نبقى أصحاب عقيدة لأن أصحاب العقائد لا يهتزون أصحاب الرسالات وأصحاب القضايا ما يترددوش ما يتزلزلوش الرياح اليأس والقنوط والإحباط ما يعرفوهاش أصلا في قمصهم غريبة أنه في الآخر خالص اكتشف أنه واحد زي إيجيسون مثلا إيجيسون ده صنع المصباح الكهرابي وليه عدد من الاختراعات وبرقات الاختراعات ضخمة جدا أنه هو بيقول أن مع كل محاولة كنت بحاول أن أنا أوصل فيها لاختراع المصباح الكهرابي ده كانت بتفشل وكنت بستفيد ودايما أقول لنفسي عرفت طريقة غلط مع ملهاش تاني وهكذا وبعد قرابة الميت محاولة يوصل لده عجيبة في إيه بقى كلام سيدنا عمر عجبته من جلد الكافر وعجز الثقة إحنا كمؤمنين ما نعرفش كلمة يأس إحنا كأصحاب عقيدة ما نعرفش كلمة إحباط أنت لازم تكلم نفسك بهذه المعاني الإيجابية في صحراء اليأس أبذر بذور الأمل ولما ألقى إبراهيم الخليل زوجه وإسماعيل في الصحراء قالت له آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا كلم نفسك بإيجابية ادي نفسك دايما رؤية بمنتهى الأمل بكرة أحلى والله بكرة أحلى بفضله ومنه وبحسن ظننا فيه بكرة حيبقى أجمل ونعدي مطب اليأس ومطب الإحباط ومطب القنوط وحنبقى بفضل الله عز وجل أفضل أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم سبحانك الله وربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شباب الأمة اجتامعوا على الإخلاص واستمعوا لصوت العلم والتقوى لشرع الله قد خضعوا شباب أيقذوا فينا حياة العز وارتافعوا وللإيمان وجهاتهم وبالأرواح قد دفعوا ترجمة نانسي قنقر